موسيقى مساء الخير نشرة لأهم الأخبار نقدمها منكا فانكا تيفي وهذه أبرز عنوينها بحزن شديد والد منفذ عملية اقتحام وكالة بنكية بطنجة يحكي تفاصيل مرضه ويناشد القضاء دوليا السودانيون يتمسكون بالحراك الشعبي ويطالبون بإقامة دولة مدنية وفي رياضة الحسنية تهزم الوداد وتشعل المنافسة على البطولة الوطنية أهلا بكم إلى التفاصيل في خروج اعلاميا له تحدث والد منفذ اقتحام وكالة بكية في طنجة في مقطع مصور هزم واقع التواصل الاجتماعية بعدما أشهر سلاحه في وجه المستخدمين مطالبا إياهم بتسليمه الأموال إذ أكد للسلطات بعد إلقاء القبض عليها أنه اتجه للسرقة من أجل علاج والده المريض بالسرطان بحزن شديد هذه تفاصيل القضية من جهة أخرى مع إنشاء الصروخ أنس العميل الحق هذا الولد ما عرفناه جعله شمشي وشني هو السبب دياله وشمشي أنا ببنك من خصص إيه وإحنا ما قصناتها شي خير الحمد لله كل محبي يسير كل واحد اللي يكتب الله كي أعطينا وهذا الولد هذا ما عرفته شي أنا شني وقع له وش في السبب ديالي يعمل هذا الشي هذا الله أعلم أدخل عليه الضغط كي يشوفني في هذا الحالة مش أعمل هذا الشي الله أعلم توصلنا بيدخل البنكة هذا الشي ما ما تخلي شي في الرأس ديالي ومهم ما قدرت أن تستطع نتحمل هذا المرض وعادك جد كيف شكت الخبرت هنا؟ كيف شكت الخبرت هنا؟ كنت في صويتر أتلعت في صويتر أنا أتلعت في صويتر نعاس هنا يعتقد ببوليس يجبهم هنا يجبهم هنا وقالوا بقول ليسا بتشوفا ما شفتوشي شافتو يما شافو خوتو هادي أنا ما شفتوشي مرّة زاي من بعد تاخرجوا مشاو حرم سختيت مرانايا قالت لحمد قالت لحمد قالوا سرق البنك سرق البنك راح أفيد الله قال ليس شلني قالوا قالوا سرق البنك شبني السبب دي يالوي كيشوني هادي الحالة هذا بيفرّج الله لا أقوة ما استطاعش يشوفنا الحالة دي يالوي وحشي فوق الطاقة دي يالوي كيشوفنا مسيه بمرّخ يطلع معيانا تانا الرباط وشوفوا معاملات الناس تانا الرباط كيف يشتعملوا معي وهو معاملات الرباط كيف يشتعملوا معيانا قال ناطق رسمي باسم الحكومة مصطفى الخالفي إن قضية نقل ملف الأساتذة المتعاقدين من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي إلى وزارة الداخلية أثيرت داخل المجلس الحكومي وأوضح المسؤول الحكومي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس أمس على أن الملف المتعلق بوضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تدبره وزارة التربية الوطنية وليست هناك أي وزارة أخرى تدبر الموضوع نافيا ما تم تدوله بخصوص عزم وزارة الداخلية تدبير ملف الأساتذة أتر الأكاديميات في الأخبار الدولية احتشد ألاف المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني الجمعة للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد البشير حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبدالفتاح البرهان وهتف المتظاهرون خلال الليل بأن السلطة للمدنيين وعلى غرار السودان يعتزم الجزائريون التظاهر من جديد وبكثافة للجمعة التاسعة على التوالي حيث يخرج المتظاهرون لمواصلة حركاتهم الاحتجاجية وحققت سلطاته مطلبا جديدا للمتظاهرين يتمثل في إقالة رئيس المجلس الدستورية طيب العيز أحد المقربين من عبدالعزيز بوتفليقة ما يزيد في إصرارهم على مطلبهم بإبعاد كامل لرموز عهد بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية ويصر الجزائريون على رفضهم تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية وخصوصا تنظيم انتخابات رئاسية خلال تسعين يوما حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور في رياضة حقق فريق حسنية جدير لكرة القدم فوزا ثمينا بهدفين لواحد على حساب ضيفه الوداد الرياضي برسم النزال المؤجلي عن الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الاحترافية التي جمع بينهما أمسا الخميس على أرضية ملعب أدرار في أقادير تصريح للاعب الوداد يحيى جبران بعد الهزيمة مع سعيد أبدران وكنت شملنا إن شاء الله بيش ملكونش عنده واحد عشر سلبيع لنا كل شي وائب مسؤولية كل شي حاسب خسارة اليوم كنش منوكوش إن شاء الله يكون غايخدمكوش غايش إن شاء الله بيش نتدار كل موقع إن شاء الله في مباراة مقبلة إن شاء الله في رياضتي دائم من أكد تقرير صحفي إيطالية اليوم الجمعة أن الوحدة تطارد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس داخل قلعة تورينو ونقل موقع كالتي مركاتو الإيطالي عن صحفي مقرب جدا من رونالدو أن البرتغالي سائم من اللاعب بمفرده في صفوف يوفنتوس وقال الصحفي إن رونالدو أفضل هداف كما إنه يقدم تمريرات حاسمة ويسجل دائما في المباريات الكبرى لكن هذا ليس كافيا للفريق ونفى المقرب من الدون مؤشع مؤخرا حول رحيل نجمع صفوف السيدة العجوز مؤكدا أن اللاعب لم يقدم أي طلب رسمي للنادي مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة للمزيد من الأخبار زور موقعنا الإلكتروني كافنكات.تفي شكرا لكم على حسن المتابعة وإنما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر